ارحب مرحباكم شباب كيف الحال معكم اناس او شيخ العرب سلسلة جديدة لنزيلها في القناة المهام اليومي اللي لازم تلعبين في فورتنايت توري الزومبي انفوت مقدمة الشيوخ على السريع اعلان المتجر متجر شيخ العرب متجر الخاص في القناة اول واكبر متجر عربي متخصص في فورتنايت توري الزومبي وحسابات باتاريال فل اكسيز مع حسابات توري الزومبي رابط المتجر موجود في وصف هذا الفيديو واذا انت من المعجبين هذه السلسلة فيك تدعمنا عن طريق كود الائتم شوب كود الشيوخ SLA فيك تدعمنا فشكرا لكل الشيوخ اللي دعمونا للاسف اليوم ما في عنا مهم في باكس في توري الزومبي ولكن في عنا مهم قوية ممكن للعبهم في عنا مهمة المنطاد level 120 في توين بيكس اللي تعطينا سيرفايفر لجندر مجاني بس يلعب المهمة الاول مرة اتأكد انك تلعبها وتحصل على و لا تنسي الجيفاويل موجودة على 10.000 في باكس لشخص واحد فقط راح امرابط الفيديو الجيفاويل راح اتلاكوه في الوصف هذا الفيديو فاتأكد انكم تشاركو فيه مهام التفريم level 160 اما بالنسبة لمهام التفريم level 160 ضرب 5 في انا مهمة تصليح الشلتر بتعطينا درب 3 لجندر بير كاب وضرب 2 ايبك بير كاب مهمة الاربعة اطلس تقطينا درب 5 لنقاط البطل اذا كذا شلتر تقطينا درب 5 لنقاط البطل مهمة المنطاد تقطينا درب 5 مفاتيح بالاضافة تقطينا بولتستروم جونزي شخصية سولجر قوي جدا في الاسلحة تأكد انك تحصل عليها لو مش عندك الشخصية مهمة تكون بالاخر شيء بتقطينا تضرب 5 مفاتيح المتجر الاسبوع عنا في تولي الزومبي جدد وعنا شخصيات جديدة وخلينا نفحص احنا وياكم اول شي فينا ديفندر في المتجر الاسبوعي سنايبر تأكد انك تشريه ممكن تطلع بركاته قوية تأكد في الديفندر السنايبر يكون فيه fire rate اثنين او ثلاثة عشان تعطيه سلاح الوبروليتر ويطخه بشكل اسرع تأكد تشتري ليجندر فلاكس الايبك فلاكس اذا انت جديد اعطال الزومبي سيرفايفر الايبك ممكن تستفيد منه في الفترة الحالية موارد تطوير اكيد تشتريهن وهنا فيهن تقريبا باكدون شارل مرتين فتأكد انك تشتريهن موارد تطوير كاملة بالاضافة للبركات والمفاتيح بالنسبة للحدث فيهن اشياء ثنتين اجداد نزلين اللي هو الكبر هارت بريكر اللي هو سلاح حدث الحب الاكسبو مش قوي كثير ولكن عندك ذهب زياد اشتريهن مش غلط ان اللوف رينجر جونزي متخصص في الشوك ويف هي شخصية بطل ليجندر من نوع السولجر او الجندي قوية جدا للشوك ويف كنت استخدمها في الزمنات فتأكد انك تشتريها ان شخصية السرقل سبيشل السارة تقصية جدا قوية بالنسبة للنينجل اللازم يلعبوا بالنسبة للنينجل اللي بنطلت مرات في شخصية النينجل فتأكد انك تشتريه شخصية نفسها زبالة ولكن تبعها جدا اسطوري السلاح حالين هذول لبناه مش قويات كثير ولكن اذا عندك ذهب اوكي السلاح اللي هو النوبل لانشار كان زمان قوي ولكن لما نزل اسلحة جديدة في توري زومبي ما تطلل له فعالية كثيرة اكيد سيرفاها لجندر شتري وفينا كمان شخصية الهاربستر صارة انا اشتريتها لكي لا تزلك عندك في مخططات ويجندك قفل عليهم في الارمور سلاح الفينتر زون انا ترست وتأكد انكم تلعبوا الفينتر زون في اليوم ساعة او ساعتين حوى حتى نص ساعة تكريبا هو عبارة عن 50 لفل الجوازه عندما توصل للليفلات العالية بيكون جدا حلوة كل انواع السوبر شارج بعطيك اياه وهنا المصدر الرئيسي للسوبر شارج من هنا حصله في توري زونبي لان كثير من ستسنى في التعليقات فاتأكد انك تلعب الفينتر زون في اليوم نص ساعة الاقل انك لو تلفي لانه بترست هو كل سيزون ولما تخلص بترست وترجع كمان مرة ومهمات نوعا ما حلو ومتغيره فاتأكد انك تلعب الفينتر زون وتلفي له للخمسين مايكتك اذا ومصل الى نايت الفيديو لايك شير سبسكرايب بيس هم اوت